السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة وبما انه اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 24 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح ينتقل لبرج الثور وهو عنا خلوم مسار وعنا انتقال المريخ لبرج القوس طبعا القمر الان موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 28 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور وبعدها بده يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 12 و40 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو ليل يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء طبعا القمر بما انه موجود في الان في منزلة البطين وهي منزلة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وسبع دقائق من بعد ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما انه القمر ما زال موجود في برج الحمل ولغاية ساعات المساء معناته خلال هذا الوقت منشعر بأنه أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية وبرضو ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو القيادة قيادة السيارات برضو منلاحظ أيضا في هذا الوقت إننا منفقد صبرنا في التعامل مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يسببنا مشاكل أو يعني بعض الحجج الغير ضرورية في هاي الفترة منفقد دبلوماسيتنا بتسيطر علينا العصبية أو فرض الرأي والتحكم بالغير القمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحمل هاي فترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يعملوا فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو قصة شعر مثلا تسريح شعر إقامة حفلة أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية رح تكون ذروتها ساعة ثلاثة واحد وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس عالية ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير اللي هي الحدث اللي هو انتقال المريخ طبعا انتقال المريخ اللي موجود بالعقرب له تقريب الأربعين يوم بده ينتقل الآن لبرج القوس الساعة عشرة واربعتاشر دقيقة من صباح اليوم الجمعة ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 22.57 دقيقة من عصر يوم الخميس اللي هو أربعة واحد عشرين أربعة وعشرين اللي هو ألفين وأربعة وعشرين المريخ طبعا زي ما انتم لاحظين بالأجواء انه انها تقريب الثلاثة أيام الأجواء حامية شوي حامية من ناحية سياسية من أحداث من جريمة من عصبية من أمور هذة لأنه دائما نقول احنا انتقال المريخ عادة قبل بثلاثة أو خمس أيام بتبلش الأجواء بتحمل زيادة عن اللزوم المناطق المحتدمة بتزيد المشاكل فيها أكثر فهذا بسبب انتقال المريخ طبعا الحلقة بتاعت المريخ صارت موجودة على القناة من ثلاث أيام تقريبا أو خمس أيام ما بعرف بس المهم صارت موجودة احضروها فيها تحذيرات لجميع الأبراج جيدة وأيضا فيها معلومات مفيدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية اللي هي آخر زاوية ما قبل خلو المسار راح تكون الساعة خمسة وأربعين دقيقة بعد العصر بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة خمسة وأربعين دقيقة بعد عصر هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة مساء لا ينتهي خلو المسار هذا الوقت المذكور لا تصلح أو لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة مساء القمر خلص بنتقل وباستقر في برج الثور بنصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وفي هاي الفترة ما بنصح حدا يفكر في اقتراض المال أو الأموال من البنوك أو الأصدقاء أو أنه يقرض أو حتى يكفل في أثناء وجود القمر في برج الثور طبعا في هاي الفترة ينصح بالبدء بخطة خطة توفير أو شراء عقار أو الاهتمام بالعقارات أو قضاء وقت ممتع في البيت أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 9 و 58 دقيقة مساء بتبدأ تأثيرات هاي الزاوية بقريبا يعني من ساعات العصر بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم طبعا عندنا الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم طبعا هذا الأمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ومش بفترة خلو المسار أما بالنسبة لعمليات التجميل برضو نفس الشيء هذا اليوم جيد لعمليات الحقن والجراحة ولكنه برضو مش بفترة خلو المسار ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي برضو بالنسبة لهذا اليوم القمر بما أنه بدأ بمراحل الاكتمال فبدأنا ابتداء من اليوم اللي هو الجمعة اللي هي الأيام المناسبة للحجامة لللي حابين ولكن لأنه المريخ في مراحل انتقال يعني مش اليوم نحاول أنه نصبر بكرة بعد بكرة بعد بكرة بيكون أفضل يعني من يوم الأحد بيكون اللي هي فترة الاكتمال الكامل فمنقول إنها فترة مناسبة للحجامة ولكنه اللي مضطر اليوم أو بكرة أو بعده يعملها ولكن الأفضل بعد بكرة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور خلو المسار القادم بيبدأ بالساعة 9.51 دقيقة من مساء يوم الأحد 26.11 وبيستمر لبعد منتصف الليل اللي هو الساعة 12.40 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين يعني أول أربعين دقيقة من يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 11 يوم في تمام الساعة 12.36 دقيقة ظهرا بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 93% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22.12 منتحسه بنسبة 25% القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور في ساعات المساء ورح يظل في الثور لغى يوم 27.11 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في القوس حتى يوم 1.12 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4.12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب وبدو ينتقل للقوس زي ما حكينا ورح يظل في القوس لغاية يوم 4.1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% إبلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً فقدكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط لغاية ساعات المساء وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم وببعض التغييرات يعني مرحلة تعتبر مرحلة بتحمل انطلاقة أو انطلاق مشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك أما من ساعات المساء فبيصير هذا اليوم أو بصير الوقت من ساعات المساء وما بعد بتحمل فترة فيها فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتك وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فهوانا بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير تتأخر مشاريعكم وربما تلغى اتجنب اتخاذ قرار أو أي قرار حاسم وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بالغاء أو سوء تفاهم وأي شخص بوعدك بشيء لا ما رح يوفي فيه طبعا هذا الأمر بظل مستمر لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد فهنا بصير فيه ثقة بالنفس أكثر لأن القمر بوصل عندكم بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم اليوم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هذا الوقت من الآن ولغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فلا تراهنوا على الحضوض من بعد ساعات المساء بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة من الآن ولغاية ساعات المساء أهم شنك تهدي من روعك لأنها هاي فترة شوي مختلطة أمم تزجي مشحوني ببعض المتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك ابتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما من ساعات المساء بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة من الآن ولغاية ساعات المساء وبتظلها فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين إذا أنت مهتم ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعمل أو كسب دعم أو تأييد أهم مش إنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت وحاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير في نوع من أنواع الجراءة والثقة أما من ساعات المساء وما بعد فبيصير هذا الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين يعني بداية فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة من اليوم لطاقة عالية جداً من الآن ولغاية ساعات المساء يعني بدكوا لياقة حركة نشاط أعصاب متينة وما تتركوا المتاعب إنها تسيطر عليكم أما من ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد أو بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات المساء من القمر بيظل موجود مقابلكم يعني وبظلها فترة مناسبة للقيم بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم كثر بالفترة هاي لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء فهنا بتتغير الأوضاع لصالحكم أي بتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بالشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر من الآن ولغاية ساعات المساء من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب عشان هي قلنا حاول تأخذ فترات من الراحة من ساعات المساء القمر بصير مقابلك تماما فبصير الوقت مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في مشكلة أو ورطة انت بغنى عنها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتظل الظروف من الان ولغاية ساعات المساء جيدة احتمال انه تكون في قلق اتجاه احد الاحبا في نشاط في حيوية في ترفيه في لهو ممكن تمارس هواية هذا وقت ممتاز جدا بالنسبة للك وبتقدر تتخذ خطوة مفيدة اما من ساعات المساء رغم تراكم العمل اللي عندك قدرة على انجاز الكثير من عمالكم ولكن بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والامور الثانوية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائل من الان ولغاية ساعات المساء وتعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في تبادل زيارات او اتصالات مهمة لكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق اما من ساعات المساء الاجواء بتصير ممتازة جدا بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسميا لانه بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم اشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح مستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم اهمش انه ما تبقوا وحيدين بل ابحثوا عن الاصدقاء والاحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة اما من ساعات المساء فهونا بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهمش انه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم واداءكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من الان ولغاية ساعات المساء ولكن هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم او يحصلوا على هدية او ممكن تسمعوا خبر سار وبيلعب قريب لكم دور مهم تهتموا بقضية شراكة او عمل وممكن انكم تعالجوا الامور بشكل دقيق وبتهتموا للأولويات المالية وبتجدوا بعض الحلول او التسويات اما من ساعات المساء هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبالصير الوقت مناسب لا الخروج في نزهة قصيرة او تعزيز العلاقة مع الاحبة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة